نتحدث الآن عن النساء في العراق طبعا في هذا اليوم نتحدث عن الإيجابيات وما تقوم به المرأة من أعمال تجعلها تتطور وكذلك نتحدث عن السلبيات والعوائق والمشاكل التي تتعارض لها المرأة في العراق كشف تقرير للأمم المتحدة أن 46% من النساء المتزوجات في العراق كنا ضحايا العنف المنزلي ثلثهن عنف جسديا وجنسيا و75% منهن لم يتحدثنا إلى الشرطة خوفا من مزيد من التعنيف هذا في وقت يعيد فيه رئيس الحكومة محمد شيع السوداني بإيقاف العنف على المرأة وأن ضمان حقوقها أولوية ويحظى باهتمام كبير قصة نسرين مثل قصص الكثير من العراقيات التي يعانين الأمرين من التعذيب والتعنيف الأسرية تعاني وطفليها من عنف عمره سنوات على يد زوجها الذي تسعى إلى الانفصال عنه بشتى الوسائل رجلي موزع وياي حيل يعني من بداية الزواجي ويا مرتاحة يعني مشاكل وعصبي على أشياء بسيطة وعلى أشياء يعني ما الهداعي يتعصب رأسني يمد إيده ويضرب يعني ما أعرف ما محترمني ما يعاملني كإنسان ارتفاع كبير وملحوظ في أعداد من تطالهن أياد تعنيف ذوي القربة من أزواج وإخوة وآباء منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أعلنت أن نحو 47% من النساء تعرضن لعنف جسدي وجنسي وأن نسبة كبيرة منهن لم يبلغن الجهة الأمنية لكن لوزارة الداخلية العراقية أرقام وإحصاءات لحد الآن سجني خلال 7 أشهر الماضية ما يقارب أكثر من 10 ألاف قضية خاصة بالعنف الزوج ضد الزوجة هناك أيضا عنف من قبل الزوجة ضد الزوج بلغ بـ 3200 حالة تقريبا وهو العنف الاقتصادي أو اللفظي أو الجسدي بالمقابل تسعى منظمات محلية معنية بحقوق المرأة إلى مد يد العون للمعنفات لكنه سعي لا يتناسب مع العداد الكبيرة من النساء اللواتي تعرضن للتعنيف الحل الأمثل بالنسبة للمختصين إقرار البرلمان قانونا يجرم العنف الأسري وتعنيف المرأة بالتحديد إقرار قانون العنف الأسري بالمرحل الحالي هو الحل الأسلم لأن من أمن العقابة ساء الأدب إذا ما أكو قانون يردع المعنف ما أعتقد راح يصير أكو حل ازدياد حالات التعنيف ضد العراقيات يرجعه مختصون إلى الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة السوداني تعيد بالحد من العنف الأسري لا سيما ضد المرأة وعود تظل بحسب مختصين حبرا على ورقة إن لم تشرع قوانين للمحاسبة تصاحبها متابعة جادة من السلطات القضائية والتنفيذية شفيق عبدالجبار العربي بغداد العنف ضد المرأة في العراق من المهم أن نصلت الضوء في هذا اليوم على هذا الموضوع وتنضم إلينا من بغداد هناء حمود عباس الناشطة النسوية والعضو في شبكة النساء العراقيات سيدة هناء صباح الخير وألم بكي معنا في صباح جديد وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نتحدث عن النساء العراقيات ولكن نتحدث للأسف عن النساء العراقيات المعنفات في منازلهن لماذا هذا الرقم الكبير 46% تقريبا نصف نساء المتزوجات في العراق تعرضنا إلى العنف ثلاث أرباحهم فقط 75% من من يتوجهنا إلى الشرطة في التقرير شاهدنا بأن عشرة ألاف قضية خاصة بالعنف ضد المرأة في سبعة أشهر فقط لماذا هذا الرقم الكبير؟ ألا توجد قوانين تجرم العنف ضد المرأة في العراق؟ صباح الخير والله يسعد أيامكم وهناك أيضا بهذا اليوم الجميل 8 آذار يوم المرأة العالمي شكرا للأسف نعم تتزايد مستويات العنف ضد المرأة في العراق تتزايد مستويات العنف ضد المرأة في العراق وأيضا للأسف هي ثقافة مجتمعية يجيزها القانون بوجود مادة قانونية تبيح للزوج ضرب زوجته كما يحق للمعلم تأديب الطلاب يعني الضرب مقنن؟ يوجد سند قانوني وبالضبط موجود مادة قانونية تبيح للزوج أن يضرب تأديب زوجته وهذه مشكلة مفهوم التأديب عندنا مشكلة يعني التأديب عنده قواعد وأيضا هي كلمة تأديب الزوجة يعني هي كلمة مرفوضة فبالتالي هي يوجد سند قانوني أيضا تقافة مجتمعية تفسيرات خاطئة للدين كل هذه الأمور أعطت اليد الطولة للذكور في العائلة أو حتى الإناط المتسلطات في العائلة على ممارسة العنف فأصبح للأسف ظاهرة تحتاج إلى آليات حادة ومتمكنة للحد من هذه الظواهر أولى هذه الآليات هو الحاجة إلى تشريع مثل ما كان في الربورتاج قبل شوي من أمن العقاب أساء الأدب فبالتالي وجود قانون رادع يعني أنا من وجهة نظرية أعتقد أنه رح يحد كثير من حالات العنف ضد النساء والفتيات قد يحد إذا ما تم أولا اعتماده هناك مشروع قانون يعالج هذا الأمر منذ ثلاث سنوات يعني تعرضه بعض الأحساب ويبدو أنه يعني يواجه صعوبة في المرور في البرلمان العراقي ولكن حتى ولو مار هناك إشكالية تطبيق هذا القانون في دول مثل العراق وغيرها وأكثر من ذلك كما تفضلت أصبح الأمر مجذر في الثقافة في ثقافة المجتمع يعني اليوم واحدة من بين كل أربع نساء شابات قد تعرضت بالفعل لعنف من الشريك ببلوغهما منتصف العشرينات يعني هذا عنف يبدأ بسن مبكرة جدا ومثيرة للقلق لماذا برأيك؟ ماذا يمكن فعله يعني بعد أن تغلغل في الثقافة المجتمعية؟ وكيف يترك هذا العنف الذي يستهدف المرأة بالدرجة الأولى وبشكل مباشر؟ أثاره ليس فقط على المرأة على الطفل الأخ والابن الذي يشاهد حتى المواطن الذي يرى عبر الهاتف الجرائم الكبيرة التي تحصل كيف نتطبع في مجتمعاتنا مع هذا العنف ضد المرأة؟ شكرا فقط أصحح المعلومة المطالبة بقانون العنف الأسري كانت من 2010 والمسودة موجودة من 2012 لكن نحن نعاني كحركة نسوية وكشبكة نساء عراقيات من هذا التاريخ في وضع هذا القانون على طاولة مجلس النواب العراقي من أجل التشريع هناك أصوات قليلة مضادة لهذا القانون لكنها أصوات عالية تتحجج بمعارفة للدين والعادات والتقاليد التي سارت عليها المجتمع لكن في الحقيقة هو قانون حامي ضامن للمرأة والفتاة والطفل في الأسرة هو قانون للحماية من العنف الأسري وليس لحماية المرأة فقط بالتالي الأسرة بحاجة إلى هذا القانون عدم وجود هكذا تشريعات حامية للأسرة ومن هو في محيط هذه الأسرة أعتقد سيساهم في تفكيك الأسرة كيف صعدت مستويات تسجيل حالات العنف بسبب وجود مديريات متخصصة لاستقبال الشكاوى عن حالات هي مديريات حماية الأسرة والطفل لو لا وجود هذه المديريات ما كانت تسجل هذه الحالات رغم أن هناك عديد من النساء ومن ضمن العوائل لا يذهبن للتبليغ عن العنف اللي يتعرضون له أو حتى هناك أنواع من العنف اللي يتعرضن له لكنهم لا يعرفون أنه هو هذا عنف كأنما هو حياة عادية لأنه ماشيين على عادات على تقاليد على أمثال تبيح للزوج أو للذكر في الأسرة أنه يضرب أي عنف يستولي على الأملاكة يستولي على المبالغ المالية يحرمها من التعليم كأنها أشياء اعتيادية طبيعية في الحياة وليس حرمان من الحقوق وليس عنف وليس تميز ربما يعود هذا سيدة هنا ربما يعود هذا إلى تعود الفتاة يعني عندما تشاهد أمها بالبيت تعنف فهي عندما تكبر يصبح هذا الموضوع عادي بالنسبة لها حتى حدثت عن ضرورة وجود منظومة تشريعية محمد شيع السوداني رئيس الوزراء العراقي يعد بمحاولة إيقاف هذا النزيف ربما هذا العنف ضد المرأة المستمر في العراق ولكن مرسلنا شفيق عبد الجبار قال في تقريره بأن حكومات تعاقبت في العراق دعت إلى نفس الشيء ولكن ضل هذا حبر على ورق لماذا؟ أكيد الحكومات المتعاقبة من حكومتين السابقة ولغاية الآن هي تطالب بتشريح هذا القانون المعضلة هي في مجلس النواب مجلس النواب العراقي فيه عدد من النواب اللي هم عادة ينتمون إلى ما يسمى بالإسلام السياسي هؤلاء النواب هم من يعارضون وجود هكذا القانون أصواتهم مثل ما قلت أصوات عالية عدد كبير أيضا من النواب هم يعني غير مطلعين على محتوى القانون خصوصا بعد تعديله وإضافة كثيرة إلى من قبل أزملاء هم الآخرين من النواب السابقين المسودة الأولى التي وضعت للقانون واللي فيها بكثير من الحماية هم يعني اللي مركزين عليها الموضوع الآن المسودة الموجودة الأخيرة اللي انطرحت في 2015 وانشغل عليها في 2018 هذه المسودة انضافت فيها كثير من الرؤى لنوابهم في مجلس النواب يعني اخذوا بها كل الاحتياطات كل العداد والتقانيق ومدى تأثيرها؟ قلت بأن الأصوات الأصوات التي ترفض تشريع هذا القانون في مجلس النواب هي قليلة ولكنها عالية أنتم كجمعيات نسوية في العراق أين هو دوركم هنا؟ ما هي الأنشطات التي تقومون بها من أجل الدفاع والمطالبة بضمان حقوق المرأة في العراق؟ أدنى حقوقها طبعا وهو الحد من العنف؟ كنشاط للحركة النسوية أو لشبكة النساء العراقيات بالتأكيد نحن أول من طالبنا بوجود قانون لمنع ممارسة العنف الأسئي ومثل ما تكلمت من 2010 ولا زال النضال مستمر في هذا الموضوع دائما نطلق بيانات أو حتى بحالات العنف المنتشرة والتي يتناولها الإعلام الآن نحن عندنا مواقف وعندنا حديث مع الحكومات وعندنا حديث مع النواب عادة ما نوعد دائما بضرورة هذا القانون وضرورة تشريعة ونتفق ونصل إلى أنه مثلا ثاني يوم يعرض على أجندة مجلس النواب لكن لا مع الأسف يعني الموضوع يتخطب للأسف الحديث يطول كثيرا نحن نتحدث عن تبرير حاضر دائما نحن نتحدث عن حتى ارتفاع ليس بأرقام الجريمة بل بأشكال العنف الصادم من الجرائم ضد المرأة كما أيضا نسمع الكثير من الشعارات والتي قد تخالف الحقيقة يعني سياسيين وقادة ومسؤولون يرفعون شعار الدفاع عن المرأة والحد من العنف ضدها ولكن الممارسة الفعالية تخالف ذلك الحديث يطول ولنا معك طبعا وقفات أخرى شكرا جزيلا لك هنا حمود عباس الناشطة النسوية والعضو في شبكة النساء العراقيات من بغدال صراحة أنا دخلت شوف القانون تأديب قانون تأديب لزوج زوجته أو الأباء لبنتهن عجيب يعني صراحة أنا دخلت